موسيقى تواصل فنادق المدينة المنورة استقبل أفواج حجاج القرعة وستحتفاء بقدومهم من قبل إدارة هذه الفنادق القريبة من الحرم النبوي وتصابق ضباط البعثة إلى سرعة تسكينهم في الورف المجهزة بمواصفات توفر أقصى درجات الراحة لهم أنا فخور أن أجدم خدمة أعز شعب عربي على جلبي كولد المدينة المنورة وحبنا له المصر شهادتنا فيه ممكن مجروحة لكن فيه ويد متبادل بين أهل المدينة تحديداً السعودين وهي المصر وشرف لنا خدمة حجاج القرعة المصرية استفال عظيم ومشرف والبعثة كلها بتاعت الدقلية ناس عظماء وقبلون أحسن مقابلة ومية مية وربنا يبرك فيهم كل حاجة حلوة وكل حاجة عادة ربنا يحفظه ويقرمه يا رب وتحيا مصر وتحيا مصر ويعيش الرئيس وتوفر البعثة خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والتي تنصق مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير رعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن ويصاحب بعثة وزارة الداخلية عددا من الآئمة والوعاظة حيث يتم عقد ندوات دينية للرد على استفسارات الحجاجة وشرح المناسك لهم دي ندوات دورية بالتنسيق مع البعثة المصرية هنا في شكل دوري كل يوم في محاضرة وندوة للنساء يكون بها الوعاظات في محاضرة بنكون إحنا بيها بالإضافة أن إحنا بتكون متوجدين في الفنادق لتلقي الأسئلة والاستفسارات على مدار اليوم قلونا المشرفين أن في ندوة بعد سنوات العصر وجينا حضرنا وحكونا من أول ما نطلعوا من الفندق لغاية ما نروحوا ببيرها عليه نحرمه وكل المناسك قالونا عليها الحمد لله كان توفيق من ربنا أن إحنا حضرنا لندوة الحمد لله استفدنا منها جزاهم الله خيرا المشايخ الحمد لله واللي قاموا على التنزيم لندوة وبأحد فنادق المدينة تتابع غرفة العمليات التي جهزتها وزارة الداخلية أحوال حقاق القرع بالمدينة منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة لتوفير الراحة للحقاق والإجابة على استفساراتهم الأمانة من أكثر البعثات الحريصة على راحة حجاجهم شغالين 24 ساعة مكتب عمليات في كل فندق ضابط متواجد لكل فندق أشكورهم بصراحة حرصهم على الحجاج وحرصهم بالذات على الكبار في السن واللي عندهم مشاكل صحية وحرصا من بعثة حق القرع على أن تسهل الإجراءات للحاج لزيارة الرودة الشريفة يتم حجز مواعيد الزيارات واستحاب الحجاج في مجموعات إليها لاستمتاع بالصلاة في الرودة الشريفة بيتجمع الرجال هنا في الفندق بيطلع معهم منذوب من وزارة الداخلية بيصلهم على باب 37 في هالحرم رسول صلى الله عليه وسلم مسجد رسول صلى الله عليه وسلم بيدخلوا بيخلصوا الزيارة بتاعتهم ومعهم المرافق معهم بانتظام وبيرجعوا للفندق تاني بيجي الفوجل لبعده السيدات بعد صلاة الفكر بيتجمعوا معهم منذوب وفي عميد هناك السيدة طبع الوزارة عندنا في مصر بتكون في استقبالهم بتدخلهم بيخلصوا زيارتهم بيرجعوا للفندق تاني منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات مقدمة لحجاج القرع بالمدينة المنورة لتوفير أجواء روحانية لاستمتاع بهذه الزيارة المقدسة طوال فترة إقامتهم قبل التوجه لمكة المكرمة لآداء مناسك الحق